باش مهندس انا شخص فجأة دست على اللينك ده فعلا ومخدتش بايليه ولكن تنبهت يعني على طول خدت بايليه ان فيه فشنج او فيه محاولة للاحتيال او التصايد هل في حاجة ممكن اعملها قبل ما بيانيتي وكل حاجة تروح لهذا الشخص طيب هو مجرد انتي دخلتي على اللينك والصفحة حملت فخلاص كده المهم انك تعملي حاجة قبل ما توصلي لده اصلا تعملي ايه تنزلي برنامج من برامج مكافحة الفيروسات زي مثلا كاسباريسكي زي نورتون زي في برامج كتير وفي منها برامج مجانية وفي منها برامج بفلوس قفاست في برامج كتير موجودة على البلاي ستور كبرنامج مكافحة الفيروسات برامج مكافحة الفيروسات هيبقى قبل ما بيفتح اللينك بيسكانوا فبالتالي بيحميكي من أنه حتلاقيه قبل ما يفتح اللينك بيطارك ميسد يقولك خلي بالك اللينك ده لموقع تصنيفه خطر انت بتاكده انك عايزة تخش عليه زي الترو كولر لما بيعمل لك الرسالة حمراء كده بالضبط طيب هل ده بس اللي نقدر نعمله لا أنا لازم أأمن موبايلي على سبيل المسال وأجهزتي بأنه أنا أكون حاطة أنتي فيروس مضاد للفيروسات من الترو الأخرى برضو أنه أنا أقدر أخد كوبي من اللينك أقدر أعرف إن اللينك ده فيشنج ولا لأ الأول أدقى كويس في العنوان طب لو العنوان كان مكتوب كويس أقف بالماوس مثلا على العنوان من غير ما أدوس ساعتها بيطلع لي حاجة اسمها تولتيب مسج بتطلع فوق كده فوق اليوريل بتطلع لك اليوريل الحقيقي اللي لو دست هتقدر فخش عليه فدي نقطة بتخليني أشوف الحاجات بقى اللي فيها إيه www.xyz1lg.com ده غريب شوية مش دومين نيم مش مطمئن حقيقي ومحترم وبين وواضح وبتاع حاجة بجد شركة كديرة أنا عايزة أدخل على الويب سايد بتاعها أو كده لا ده مش مطمئن شوية عشان نتغلب عشان الهاكرز يتغلبوا على المهمة دي ما هي الفكرة صراع ما بين الشخص اللي بيأمن وما بين الهاكر والصراع ده بيتطور فلما الناس بتاريت تبقى فهمة إنه السيطات اللي الدومين نيم بتاعها أي كلام وكلام غريب كده ده فيشنج ابتدوا الهاكر يعملوا إيه ياخدوا الدومين نيم ده ما يبعته لكش مباشرة لأ يدخلوا في حاجة اسمها شورتنر يعني فيه سيطات كده تدي لها الدومين نيم لينك مثلا طويل قد كده يروح مطلعهولك في عشر حروف مثلا آه طبعا بي اي تي دوت اي جي وكود ففي الآخر انت مش عارف اللينك الحقيقي صحيح اللي ده هيوصلك ليه هو إيه صحيح فأنت كده بنسبق لك النقطة بتاعت إن أنا شوف اللينك واعرف من الكتابة إذا كانت صحة ولا غلط بقتش مطمئنة طب الحل إيه إننا كلها عمل ونحن أخذ كوبي من اللينك غير مفتاحه ثم أروح على أي موقع من المواقع اللي بتعمل سكاننج لللينكات وحط اللينك ده فيه هو أجرب طب الموقع دي زي ايه مثلا كاسباريسكي بيعمل نفس الشيء نورتون بيعمل نفس الشيء في موقع اسمه جوجل ترانسبارنسي جوجل ترانسبارنسي بخش عليه هايلاقي مكان كده عمل بيست أو لسق للرألة اللي أنا أخذته كوبي في الموقع واقول له وريني شو فبيروح مطلع لي إذا كان الموقع ده سايف ولا مش سايف في موقع من الموقع المهمة جدا لسكاننج برضو اسمه فيروس توتل فيروس توتل ده موقع لما بحط اللينك اللي أنا شاكك فيه فيه وبسرش هو بيسرش جوه سبعين مكان لتأمين الفيروسات وبيسأل السبعين مكان ويرجع على الإجابة يقول لك ده فيه خمسة وستين موقع بيقوله إن الموقع ده مشكوك فيه وفيه تلات موقع متطمينين ليه فخمسة وستين موقع يبقى أكيد الموقع ده في حاجة يبقى مدخلش على اللينك ده طيب يبقى في البداية أي لينك غريب مفتحوش نمرة واحد نمرة اثنين أكون منازل أنتي فيروس عندي نمرة تلاتة لو أنا يعني مهتمة قوي وواسق في الشخص اللي بعتلي اللينك ما هو لو واحد غريب بعتلي اللينك ما بدأيا تسعة تسعين في المية بالنسبالي إن أنا مش هفتح اللينك ده طب لو واحد صديقي بس بعتلي اللينك هو ممكن صديقي ده يكون الموبايل نفسه بتاعه حصل عليه هاكينج يعني هو مش قواصد إنه بعتلي اللينك بحصل على موبايل وهاكينج وراح بعتلي كل الكونتكس بتاعته لكل الأصدقاء اللي عنده ايش حنولي الموبايل مش عارف مسلسين جنيه عشان أنا مزنوق بزبط حاجات دي 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 حلال بدائية يعني فجالي رسالة بتقول لي خش على اللينك ده من آآ آآ أحمد صديقي فعنا متطمن لأحمد طيب اللينك غريب شوية قبل ما افتح اللينك أنا نزلتها أنتي فيروس قرار دي قبل ما افتح اللينك احطه في سكانر من اللي أنا قلت عليهم زي الجوجل ترانسبارنسي قال لي إن الموقع سليم افتح اللينك وأنا متطمن يبقى باي ديفولت أي لينك غريب أو مشكوك فيه ما افتحهوش وحاول أدور لو أنا مزنوق قوي إن أنا أفتح اللينك ده رح واخده على موقع سكانينج أعمل سكان عشان أتطمن قبل ما افتح إن اللينك ده حيكون سليم والاي بيستخدم في الحاجات دي الذكاء الاصطناعي هل يستخدم في الحاجات